أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني سرائل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التراه قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افتر على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حديفا وما كان من المشركين إن أول بيت ودع للناس للذي فبكت بباركا وهدى للعالمين فيه آيات ثم إينا ثم قام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافد عن ما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن بتعوا فريقا من الذين ردوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم من الله فقد هدى إلى صراط مستقيم يا أيها الذين أمتقوا الله أقد قادشي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحفظ الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم يذكروا نعمة الله عليكم كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم نعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُمْ مِنْكُمَّةٌ يَدْعُونَ يَلْخَيْرَ أَمُرُونَ بِالْمَعْرُوشَ يَنْهَوْا وَنَعْدِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْبَعْدِ مَا جَاهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُوا وَتَسْوَدُوا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَتْ فُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُونَ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوكُوا الْعَذَابِ وَبِنَاكُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ فُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَ عَلَيْكَ بِالْحَقَ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ذُلْبًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا بِالسَّمَا وَتَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُونَ كُنتُم خَيْرًا أُمَّةٍ أُخْجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بالمعروفة تَمْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ أَكْتَرُهُمُ الفَاسِقُونَ لَنْ يَضِرُوكُمِ اللَّهِ أَذَى وَإِنْ يَقَاتُلِوا مِنْ لِلْعُقُمَ الْأَدْبَعُ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ضُرِّبَتَ عَلِيْهِمُ الزِّلَّةُ وَإِنَّمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِهِمْ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِهِمْ مِنَ الْنَّاسِ وَبَاءُوا بِغْضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتَ عَلِيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ليسوا سواء من أحد الكتاب أمة قائمة يطلون آيات الله آلا ألا لهم يسجدون يؤمنون بالله والله وبالآخر يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تُغْنِي عَنْهُمْ عَلُهُمْ لَا أَوْلَادُهُمْ لَلَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدٌ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها الصدر نصابة حرة قرمين ظلموا أنفسهم فآلقت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُورِكُمْ لَا يَآلُونَكُمْ خَبَلًا عَدُّوا مَا عَلِبْتُمْ قَدَبَتَ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْرَهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُمَكْ وَلَقَبَيَّاتٍ لَلَكُمْ الْآيَاتِ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَا أَنتُمْ لَا تُحِبُّونَكُمْ وَلَا تُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُلْكُمْ قَالُوا أَمَنَّا وَإِذَا خَلَوا عَدُّوا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِنَا مِنَ الْغَيْضِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْرِكُمْ إِنَّ اللَّهِ عَلِيمٌ مِدَادِ الصُّدُورِ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسْرَةُ وَانْقِسُوهُمْ وَإِنْ تُصِبُّكُمْ سَيَّةٍ يَفْرُحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضْرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهِ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَذَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِذَا لِلْقِت وَعَلَى اللَّهِ بِلْ يَتَوَكَّذِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدَ نَصَرَكُمُ اللَّهِ بَادِلِهُ وَأَنْتُوا بَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُودُ الْمُؤْمِنِينَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يَمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثْرَاتِ آلَافِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْثَلِينَ بَلَا إ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا يَأْتُوكُمْ مِنْ فَالِهِمْ هَذَا يُنْدِكُمْ رَبُّكُمْ لِخَمْسَةِ آلَافِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهِ اللَّهِ بُشْرَى لَكُمْ لَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّسُّ اللَّهِ الْمَلَيْمُدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ تَرْفَابِ من الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَكْفِدَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ليس لك من الأمن شيء يتوب عليهم يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات ما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفة مضعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي يعدد الغافرين وأطيعوا الله والرسول معلكم ترحمون وسادعوا إلى مغفرة من ربكم وجهنة عرضه السماوات اللغة عدة المتقين الذين ينفقون باستراء الضراء والكاظمين الغيز العافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أمن فستم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يشر على ما فعل وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجهنة من قدري من تحت الهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلق من قبلك مصرر ومقصير في العاطفة فانجروا كيف كان عاقود المكذبين هذا بياد للناس هدى وموعية للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم لعلى ولئن كنتم مؤمنين إن يمسسهم مغرحون فقد بستلقوا مغرحون مثله وتلك الأيام ذاولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق القافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابدين ولقد كنتم تمنعون الواتمين قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد لا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما تغضل أنقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضب الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أنتموض إلا بإذن الله اكتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ما ضعفهم استكان الله يحب الصابرين وبا كان قولهم إلا أن قالوا ربنا غفل لنا ذنوبنا وإسرقنا في أمننا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا حسد ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردكم على أعطابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشقوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم والنار بإستلمهم في السمس والظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر عشيتم من بعد ما راكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم الله ذو فضينا على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلبون على أحدهم والرسول لدغوكم في إخراكم فاتركم غمّا بغمّ لكي لا تحزروا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنفل عليكم من بعد الغم يمنة وعسى أن يغشى طائفة منكم طائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله يظنون بالله غير الحق يظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لكم في بيودكم لبرزا الذي نكتب عليهم القتل إلى مضادعهم وليبتني الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يعملت قل جمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخانهم إذا ضربوا في اللود وكانوا غذل وكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لما غفرت من الله ورحمة ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم وقتلتم ولئن الله تحشرون فبما رحمتهم من الله لنت لهم ولو كنت فظل غليظ القلب لا انفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاوظرهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فما أنذى الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبينا يغل ومن يغلل يأتي بما يغل يوم القيامة ثم توفق لنفسهم ما كسبتهم لا يجلمون أفمن اتبع رضان الله كمن باء بسخة من الله مأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد بأن الله على المؤمنين إذا بعث فيهم رسولا من أن فاسمت له عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب الحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتهم مثليها قلتم أن هذا قد من عينج أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم انتقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالى قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا قالوا لو نعلم كتابا لاتبعناكم هم للكف يومئذ نقرب منهم للإيمان يقولون بأفراكهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لخانهم قعدوا لبطاهم لما قدلوا قل فلسل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قدلوا في سبيل الله أموتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فريحين بما تهد الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلف من لا خوف عليهم ولا أحزن يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يذيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله الرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منه والتقوى جر العظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشاهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسكم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوكم خافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزن قلقين سارعون في الكفر إنكم لأن يضبوا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حوا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الغفر بالإيمان لن يضبوا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسب أن الذين كفروا أدنما نملي لهم خيد لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخفيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسب أن الذين يبخلون بما تأخذ الله من فضله وخيد لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوبه يوم القيامة ولله ميراث لقد سمع الله وقد الذين قالوا إن الله فقير ونحن غنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حقهم ونقول ذوقوا عذاب الحديق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن الرسول حتى يأتينا بقربان وتأكله النر قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات بالذي قلتم فلما قتلتمه من كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبل فجاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفع نجولكم يوم القيامة فمن زحز عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغون في أموالكم ونفسكم ولا تسمعون من الذين ودوا الكتاب من قبلكم من الذين أشقوا أذان كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين ودوا الكتاب لتبينون له للناس لا تكتمون فنبذوه وراء ظهورهم فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين فرحون بما يأتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم يفاستهم من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنخال لآيات لولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعدوا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينآمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ظنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتغفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاولهم ربكم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكرنهم سبعدكم من بعض فالذين هاجروا وخرجوا من ديارهم عوضوا في سبيل قاتلوا وقتلوا له كفرا عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار سوابا من عند الله والله عنده حسن السواب لا يضر أن قلب الذين كفروا في البلاد نتاع قليل ثم مواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربكم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها بزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن منهم وإن من أحد الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنثر إليكم وما أنثر إليهم خاشعين لله لا أشترون بآيات الله ثمنان قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اللتاما موالكم ولا تتردر خبيث بالطيب ولا تأكلوا موالكم لا موالكم إنه كان حبا كبيرا وإن خفتم لا تقصدوا في اللتاما فانجحوا بعطوا لكم من النساء مثناء وثلاثة ورباع فإن خفتم لا تعدلوا فواحدة ربا ولك ديمانكم ذلك أدنا لا تعولوا وآتوا النساء شديقاتهن نحلة فإن طبل لكم عن شيء منه نفسا فقلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السبهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ورزقوهم فيها واكسوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وبدلوا يتامحتا إذا بلغوا النكاح فإنا نستم منهم رشدا فدفعوا لهم وعلكم لا تأكلوها إصرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعت لهم وعلكم فأشهد عليهم كفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدين الأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدين الأقربون مما قل منه وكثير نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربة والنتامة أولو المساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لا تركوا من خلفهم ذرية زعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا لتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوشيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ النسيين فإن كنا نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف لأبويه لكل واحدين منهما ثلث من ما ترك إن كان له ولادة فإن لم يكن له ولد ومرسه أبواه فلأمه ثلث فإن كان له إخوة فلأمه ثلث من معدسية يوصي بها أودين أباءكم أبناءكم لا تضرون أيهما قرب لكم نفع فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك الزجاج من لم يكن لهم ولادة فإن كان له إخوة فلأمه ثلث من معدسية يوصي بها أودين وإن كان رجل يورث كنالة أب امرأة وله أخ أو أخت فالكل واحد منهما ثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أودين غير رمضان وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله من يطع الله رسوله يدخله جنات تجد من تحتها لنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله رسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتن الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن ربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يدفاهن الموت يجعل الله لهم سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابوا أصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين أعملون السوء بجهلة ثم يتوبون من قريب فأولا يتوبوا الله عليهم وكان الله عليهم حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبدو الأعرض الذين يموتون هفر أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا حلوا لكم أنت أندرث ساكرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما تيتموهن إلا أن يأتين في رحشة مبينا وعاشدوهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكار زوج وآتيتم إحداهن قمطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإسمان مبينا وكيف تأخذونه وقد أفت بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت أمهاتكم التي أرضعنكم أخواتكم أمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم حلائل أبنائكم أمهاتكم والذين من أصلابكم وأن تجمعوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر